أهلا بكم تابعين قناة مصر الآن تألقت الفنانة درة في جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم بالأمس حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال ثلاث صور شركتهم جمهورها ومتابعينها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وعلقت عليها بكتابة عندما يكون لديك قلب وروح نقيان لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أي حال وكانت كتحتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم أنديل وحرس أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوي لتهنئة العروسين بالزواج وكانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم أعلنت خطبتها في شهر مارس الماضي حيث نشرت صورة أجمعها مع خطيبها على انستجرام وقالت خطبتنا ده كان قبل الحجر الصحي كان نفسنا يبقى أصحابنا وقريبنا معنا بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع حيث قدمت هند دور إحدى البطلات الأربعة اللي تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل مسلسل حكايات بنات تأليف ماريان هاني ونهال سماحة وأشرف على الكتابة الناجة أحمد شوكي وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة مرنة نور الدين وهند عبد الحليم وهجر أحمد وأسماء جلال وأحمد قرارة وحازم إهاب وخالد منصور وليلا حسين وشاركت ضرة اطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من جلسة التصوير التي خضعت لها خلال حفل الزفاف وظهرت الفنانة التونسية خلال الصور مرتدية فستان بليزر باللون السماوي البلاستيك مما كشف عن رشاقتها وتناصق قوامها الممشوق فيما أعتلت حزاء زاد كعب عالي وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد